التوابل على أكل الطفل صحة ولا غلط؟ والله من غير ما شوفها كده بس يا جات سيرت التوابل صحة ولا غلط؟ قلنا ممنوع الملح، ممنوع التوابل بشكل عام والفلفل والحاجات دي كلها ممنوعة والشطة طبعا والحاجات دي كلها وكل التوابل، الكاري والكركم والكزبر لا إحنا لسه الطفل ما تسبقوش الأحداث بعد السنة الأولى هيبتدي يدخل بقى في أكل ممكن يكون اللي هو إيه؟ معد ببعض التوابل يعني فاهمين قصدي دي ما تدايقناش خلاص؟ لكن بلاش التجارب الأولية نحط له فيها توابل فاهمين قصدي؟ يعني التوابل زي الأكل مثلا الهندي مثلا نحطه توابل كتير قوي الأكل برضو الصيني الأكل حتى المصري بنحط فيه توابل كتير ملح وفلفل وكمونه كل ده لاحقا في مرحلة لسه بعد السنة الأولى ومش كتير وفيه حاجات ممنوعة خالص زي الشطة طبعا تمام؟